شركة ريفا أوستريا تدعو إلى تمديد ساعات عمل المتاجر حتى الحادية عشر الحادية عشر مساء ريفا طبعا نحن عارفين بتمتلك دي شركة ألمانية ولكن ده الشق الخاص بالنمسا الشركة النمساوية بتطالب العاملين هي بتمتلك بيلا بيلا بلوس بيبة وتقريبا متجر تاني يعني فيه عند عند 400 ألف موظفية كل والأدك طبعا بتطالب أن المتاجر بتاعتها تفتح لغاية الساعة حداشر مساء طبعا كان فيه هناك اعتراض من نقابة العمال ورئيسها أن ده الموضوع ده هيؤثر على الصناعة لأن ده برضو من ناحية عدد ساعات العمل هتكون طويلة جدا أو هم يمكن يخلوها تمانية بس يخلوها يعني ورديتين حد يشتغل ثمان ساعات بس على مدار اليوم هل أنت معه ولا ضد؟ والله سيد الكريم نحن أنا لست معه ولا ضد أنا نقرأ الموضوع بطريقة خلينا نقول يعني بطريقة اقتصادية إلى حد ما سياسي إلى حد ما اجتماعي يعني بصراحة كلما زادت الحركة زاد الانتاج أي واحد ماشي في حركة في إنتاج في ناس في حركة في بيع في كذا ليش لحتى ما تكون لحتى الساعة 11 بالليل هذا الشيء طبعا سيكون فيه زيادة بالعمل زيادة بالعاملين فبالتالي تقليص من العاطلون عن العمل صار في حركة أكثر صار فيه طبعا هذا المتاجر مش لوحدة هتفتح للساعة 11 ممكن بعض المصانع بعض الأمور يصير فيه يعني عملية الانتاج تزيد فبالتالي كل العمل هو عبارة عن 40 ساعة في الأسبوع زائد ناقص على هوا يعني لا ليش ما يصير عدد الساعات أكثر من ذلك يعني ليش ما يصير ورديتين الصناعة الموجودة هون يزيد الانتاج يزيد الحركة هاي الأشخاص اللي لدي بعض المتاجر الصغيرة طلبت أن يكون فيه نهاية الأسبوع برضو شغالة مثلا يعني على سبيل المسال فبالتالي يا سيد الكريم أنا أراه هذا اختراح زكي للغاية دي فيه 24 ساعة فيه ناس بتفتح لا بس فيه نقطة المفهول ما تنسهاش موضوع التأمينات والضرائب اللي هتدفع لأن انت كده مضطر أن انت العامل اللي بيشتغل ورديت الليل هتتدي له أجر غير الأجر بتاع الصغير عجلة إنتاج عجلة إنتاج لا بس هو المفروض يصاحب ده عملية تقليل من التكليف من تكليف العمال عشان تقدر الشركات دي تقدر تتعامل هذا مشروع هذا مشروع على مستوى الدولة صراحة مشروع كبير ومشروع صراحة جريء جدا اختراح جريء جدا من إدارة ريفيب صراحة شيء جيد وبيخفف بيخفف العجقة في المواصلات بيخفف الازدحام بيخفف كتير وبيزيد من عجلة الإنتاج وبيزيد من بس يزيد استهلاكك للطاقة برضه خد النظر يا سيد الكريم حتى لو في استهلاك ما فيه إنتاج بنفس الوقت يعني فيه إنتاج كمان بعدين اليوم الطاقة كلها تتجه للطاقة النظيفة يعني احنا خلال السنوات المقبلة ما فيه شيء اسمه غاز وما فيه شيء اسمه بصراحة نفط كلها الأمور هاي عم تتجه للتلاشي يعني الكهراء السيارات الكهربائية توليد الطاقة من خلال السدود من خلال طاقة الرياح من خلال طاقة الشمسية من طاقة الهيدروجين لا ممكن يلجأوا برضو ممكن يلجأوا للنوى في إنتاج الطاقة يعني يعني مع الأسف النمسا يعني ترفض هذا الموضوع رفض قاطع أنه حتى يعني مهما يعني مهما تطورت الطاقة النووية وأصبحت خضراء أو أصبحت صديقة للبيئة ما زال مع الأسف يوجد رفض بالمقابل يعني بفرنسا يوجد عندها العديد من المفاعلات والتي تقدم الطاقة وأحسن من الاستغلال الروسي بس هنا في مشحنات بين الأطراف والوحيد اللي هو معني بالموضوع لم يسأل العامل يعني المفروض يكون هناك استفتاء للعاملين هل أنت على السعداد أن أنت تشتغل بالطريقة دي ولا لا هو ده للحقيقة يعني هو نظوم التشريعات بصراحة ينتج عنها فعليا أنه من ضمن يعني الاستطلاعات هي سؤال العامل طبعا يعني ده المفروض مو بس العامل يعني حتى الناس دا تسأل هل عندك السعداد تنزل 10 أو 11 بالليل تشتري ولا لا أنت مش معني أنا لا خلاص ساعة 6 بيكون أنا بجايب كل أموري وعند البيت وخلاص قولي مثلا اللي بشغل في شركة وهيصح الصبح الساعة 6 يبدأ الشغل بتاعه هروح يجي هروح يشتري الساعة 10 أكيد لا طيب ساعة 8 هروح الساعة 9 ممكن ممكن ما روحش خالص بعض له ديليفوري بقى